هل هناك حالات تجوز فيها الغيبة والنميمة؟ وما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ وماذا قال القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في سلسلة آية وحديث الجزء الثاني نتأمل اليوم هذا الحديث الخطير الذي ينبغي أن نحذر من ما جاء فيه وهناك آية قرآنية أيضا حذرتنا من هذه العادة السيئة وهي الغيبة أن تغتاب شخص اليوم للأسف للأسف أصبحت الغيبة علنا أصبحت على الإنترنت على مواقع الإنترنت على مواقع التواصل وأصبحت مثل هذه الفيديوهات تحصد المشاهدات الأعلى للأسف لذلك اليوم أحبة في الله سنتحدث عن التحذير النبوي والتحذير القرآني والفرق بين الغيبة والبهتان والحالات التي تجوز فيها هذه الغيبة أن تغتاب شخص يعني أو تذكر مساوئ شخص الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إذن الظن السيء التجسس يعني الإنسان اليوم حتى لا يجوز له أن يتجسس على هاتف أحد أو على معلومات تخص شخص المؤمن لا يتجسس على أحد أيها الأحبة ولا يغتب بعضكم بعضا هذه هي الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يجب أخي الحبيب وأنت تتحدث على شخص بسوء أن تتذكر هذه الآية أنك تأكل لحم إنسان ميت لأنه بعيد عنك تشبيه دقيق جدا أيها الأحبة هذا الإنسان الذي هو بعيد فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأنت تسيء له بالكلام أمام أشخاص فكأنما تنهش لحمه وهو عاجز عن فعل أي شيء هو ميت وأنت تنهش من لحمه لذلك هذا من أسوأ العادات على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح رواه الإمام المسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسله أعلم انظر معي أخي الحبيب قال ذكرك أخاك بما يكره هنا الصحابة الكرام استفسروا عن قضي قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته إذن الغيبة أن تذكر مساوئ إنسان هي مساوئ حقيقية ولكن يكره أن تذكر إنسان خسر في تجارته مثلا ولا يحب أن ينتشر هذا الخبر لكي لا يضر سمعته فذهبت أنت ونشرت هذا الخبر هذه غيبة كأنما أكلت لحمه وهو ميت ولكن بعض الناس يفتري كذبا على صديق له فيقول فلان عمل كذا وكذا وهو بريء طبعا فهذا بهتان أيها الأحبة وهو أسوأ وعقوبته أكبر هذا البهتان الذي هو صفة من صفات اليهود والعياذ بالله طيب الحالات التي يجوز فيها أن تمارس أو تتحدث عن مساوئ شخص حتى لو كان يكره ذلك ما هي؟ هناك خمس حالات رئيسية أخي الحبيب أولا التحذير من شخص إنسان يغش في تجارته ويأكل أموال الناس بالباطل ينبغي أن نحذر منه مع أنه يكره أكيد يكره أن يقال عنه إنه غشاش أو لص مثلا لا يجب أن تخبر من يتعامل معه بأن هذا إنسان سيء وأنا لي معه تجربة سيئة ويجب أن تحذر منه إذن في حالة التحذير هذا أمر أباحه الإسلام بل هو مطلوب من رأى منكم منكرا فليغيره هذا نوع من تغيير المنكر القضية الثانية أخي الحبيب في حالة المشاكل الزوجية بين الأزواج يعني الزوجة قد يكون في زوجها خلق سيء قد يكون شاذ جنسيا ولا يأذو بالله قد يشرب الخمر قد يكون فيه عيب خطير لابد أنها تذهب وتخبر مثلا ذويه أو أحد يستطيع أن يحلها هذه المشكلة ولكي تعالج هذه المشكلة وتستمر الحياة فإنسان قد يشرب خمر ويخفي هذا ويخفي هذا عند أهله والزوجة إذا علمت أن الأهل لهم تأثير عليه أو تحاول أن تحدث من لديه تأثير عليه وتعتقد أنه يستطيع أن يؤثر ويهديه إلى الطريق الصحيح فهنا مطلوب من الزوجة أن تغير ما استطاعت وإلا عليها أن تصبر القضية الثالثة الإصلاح أخي الحبيب الإصلاح بين الزوجين عملية معقدة جدا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن إصلاح ذات البين له أجر يفوق الصلاة والسلام لأن الصلاة أنت تنفع نفسك الصيام أنت تصوم لنفسك لا ينتفع أحد بصيامك ولكن عندما تعمل على الإصلاح بين الناس الخير يصيب غيرك وبالتالي تأخذ أجرا عظيما جدا ففي حالة الإصلاح بين الناس أخي الحبيب الإصلاح بين الزوجين مثلا فهنا الزوج أو الزوجة أحدهما مضطر أن يذكر عيوب ومشاكل ومساوئ يعاني منها لأنها أثرت على حياته فيحق له في هذه الحالة أن يذكر مساوئ هذا الشخص بهدف إصلاحه وليس بهدف إثارة الفتنة وإذا لم تستطع فالزوجة الصابرة يبني الله لها بيتا في الجنة كما صبرت امرأة فرعون على أذى فرعون قتل الأطفال جعل نفسه إلها استعبد الناس وظلم أهل بيتي على الرغم من ذلك ماذا قالت امرأته ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين القضية الرابعة القضاء عندما تذهب لمحكمك شاهد وأنت رأيت جريمة مثلا فلابد أن تكون صادقا ولا تعتبر أن هذا نميمة أو غيبة لا أنت هنا تقول الحق ولو على نفسك ولو على أقرب الناس إليك في هذه الحالة يجوز بل ينبغي للإنسان أن يشهد شهادة حق في مجال القضاء ومثل الجرائم والمشاكل هذه القضية الأخيرة أخي الحبيب الفتوى ولخاصة أن يعني زوجة مثلا لديها الزوج عنده مشكلة معينة وهي تخاف قد يتحول إلى ملحد يؤثر على أبنائه يؤثر فينبغي أن تذهب وتستفتي في هذا الموضوع وأهل العلم طبعا الصادقين يفتونا بهذا الموضوع وبالتالي يجوز لها أن تذكر مساوئ هذا الزوج بهدف الخوف من الله وبهدف الإصلاح أولا والهداية لأن الإنسان أخي الحبيب قد يقوم بعمل سيء ويستمر على هذا العمل سنوات طويلة فهنا يوجد في علم النفس ما يسمى العلاج بالصدمة فعندما يصدم هذا الرجل بحقيقته ويرى أن إنسانا علم به وقدم له النصح فقد تكون هذه النصيحة رادعة له أما إذا تركنا هذا الإنسان على ضلاله على سلوكه السيء الذي قد يدمر بيته وأولاده ويدمر من حوله فإذا هنا لابد من التدخل ولابد من أن نلجأ لأشخاص آخرين لديهم القدر على حل المشاكل لديهم القدر على التأثير على هذا الإنسان وفي أسوأ الاحتمالات أقول دائما أخي الحبيب أقوى علاج هو الصبر الصبر أقوى علاج والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أعطي المرء عطاء أوسع من الصبر الصبر عطاء واسع والصبر ضياء يوم القيامة يضيء لك ظلمات القبر وظلمات يوم القيامة الصبر يدخلك الجنة بغير حساب قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والملائكة تقول له يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدر إذن أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء ينبغي أولا أن نحذر من شر النميمة وشر الغيبة وأن هذه عادات سيئة جدا حذر منها القرآن بشدة ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ينبغي أن تحفظ هذه الكلمات كلما دعتك نفسك للحديث عن إنسان بسوء تذكر كأنك قتلت هذا الإنسان فأصبح ميتا وبدأت بنهش لحمه وبالتالي تبتعد عن هذه الغيبة كذلك تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن فيه فقد بهدته كثير مننا اليوم يلسق اتهامات بشخص غير موجودة فيه وبخاصة على وسائل التواصل نجد شخص يخرج ويتحدث علنا على مساوئ شخص هو أصلا لم يقم بهذه الأعمال فينسب له أعمال خاطئة هذا بهتان يعني أنت تحجز إذا قمت بهذا العمل أنت تحجز مقعدا لك في النار ولا ياذب الله فينبغي أن نبتعد عن مثل هذه الفضائح وحتى نبتعد عن المشاركة فيها للأسف أحدنا اليوم يفتح الموبايل ويبحث فقط عن الفضائح والنميمة وفلان يشهر بفلان فلان يفضح فلان فلان يتحدث على فلان بسوء وهذه المقاطع للأسف مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من قبل الملحدين أصلا يعملون على جعلها الأكثر مشاهدة لديهم في البرمجيات خوارزميات معينة تجعل المقاطع التي فيها فضائح هي الأكثر مشاهدة ويروجون لها وتصل لأعداد كبيرة من الناس فتصبح مصبح الآن وكأن هذه النميمة والغيبة والبهتان هو الأساس بينما الإنسان المسلم ينبغي أن يبتعد عن هذا الموضوع وأن لا يشارك فيه وأن لا يشاهده لكي لا يضيع وقته لأنك ستحاسب على وقتك فيما أفنيته ولن تتحسر يوم القيامة على شيء حتى لو كنت في الجنة لن تتحسر إلا على ساعة لم تذكر الله فيها فكل هذه المواضيع ستكون حسرة وندم ندامة وحسرة عليك يوم القيامة لذلك أحذر أخي الحبيب وأسأل الله عز وجل أن يبعدنا جميعا عن شر البهتان والغيبة والنميمة والتجسس والظن السوء وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا الصبر على متاعب هذه الحياة إن شاء الله لنكون من الذين قال الله فيهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والحمد لله رب العالم حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة